اتطالعوا على أحوال الطقس مع موبيليس نرتقب قدوم بعض الاتراب الجوي الذي يكون سريع الحركة ضعيف النشاط سيميز بداية المناطق الغربية الوسطى صفاتها بالنسبة للمناطق السحراوية غدا بحول الأحوال الطقس المرتقبة حسب مصالح الأرصاد الجوية الأجواء ستميل إلى الصفة عادة الشكل بعد السحب تبقى عابرة بالمناطق الغربية وحتى الوسطى وصولا إلى الولايات الشرقية لكن بعض الأمطال التي ستكون في الموعد خلال ليلة الغد على الولايات الغربية ستنتقل أواخر ليلة الغد على الولايات الوسطى بالولايات السحراوية الأجواء ستميل أقول إلى الصفة باستثناء تشكل بعض السحب العابرة بشمال الصحراء وحتى بمنطقة الوحادة الزوابع ستكون في الموعد بالمناطق التي تقع بالجنوب الشرقي للوطن وحتى بالصحراء الوسطى خلال هذه الليلة وصبحت الغد حتى درجات الحرارة الدنيا ستشهد ارتفاعا نوعا ما مقررة بالأيام القليلة الفاريطة إذا لتقارب 13 درجة هذه المرة بتزيوزو طلاش بالعاصمة عنا باسكيك دا وهران مستغانم 11 درجة بتليمسان 8 درجات بالجلفة 7 درجات بتيرت والبيض بتنا لنتتعدى 13 بشمال الصحراء نفس المقياس بتندوف 16 درجة بأدرار عين صلاح إليزي 15 بثمنا لسة واجانت لتقارب 23 درجة ببرج برج مختار وعكسة عن ظاهرة الغد الحرارة القصوى دائما تبقى نوعا ما مرتفعة مع السجل على مقياس بالغرب الجزائري بتنمسان مع 23 درجة نفس المقياس بقلمة سوقه رأس 21 درجة بالعاصمة 22 بوهران مستغانم وحتى بالبيض 21 بلجلفة وتارة 29 درجة بتزيوزو بتناق سنطينة صيف 29 درجة بغردايا 26 درجة بولاية بشار 28 درجة بيتندوف 32 بأدرار إليزي ورك الحاسب سعود لتقارب 40 درجة عامة بالنسبة لبرج برج مختار وعينكسة البحر نهار الغد سيبقى دائما مضطرب على طول الشرية السحدي سرعة الرياح تشتد على السواحل الغربية سرعتها يمكن أن تصل إلى 50 كم في الساعة تبقى من ضعيفة إلى معتدلة سرعتها لن تتعبى 30 كم في الساعة للإنشارة فقط الرياح ستأتينا وفقا تيارات غربية جنوبية غربية على السواحل الغربية وحتى الوسطى انطلاقا من بجاية وصولا إلى أقصى السواحل الشرقية فالرياح ستأتينا ضمن تيارات غربية شمالية غربية غدا بحب الله وقت شروق الشمس لخص العاصمة ووضوحها سيكون في حدود الساعة السابعة صباحا وعشرين دقيقة ولأكثر تفاصيل عن أحوال تاقص ما عليكم إلا زيارة موقع مصلحة الأرصاد الجوية كانت تفاصيل أحوال تاقص المرتقبة لهذه الليلة لنهار الغد بحويله أشكركم على المتابعة لقائي معكم سيتجدد غدا إن شاء الله قدمت لكم موبيليس الأحوال الجوية ترجمة نانسي قنقر